شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود والله هو الناصر أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامجكم سبيل الهدى حيث سنجيب على أسئلتكم التي وردتنا آملين أن تعم الفائدة على الجميع آمين أرحب بضيوف الحلقة كلهم من داخل الستوديو كلهم من أستاذ داود أحمد عابد من الجامعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا وكذلك معنا عبر الاسكايب من كندا الأستاذ مصلح شمبور والأستاذ معتز القزاق من الجامعة الأحمدية في كندا أبدأ معكم أستاذ داود كنا في الحلقة السابقة طرحنا سؤالا ولم يدسلنا لهذا السؤال أخذ الوقت الكافي له فالسؤال يقول لأي حد يكون صبر الزوجين على بعضهم البعض مع اختلاف عقائدهم الإسلامية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرق له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فاوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة إن اختلاف العقيدة لا يمانع العشر الصالح الطيبة وشانو هذا الزواج شانو أي الزوجين في العالم ولكن هناك حالتان في هذا أسدد الحالة الأولى هي أنه إذا كان الزواج كان تم قبل الاندبام إلى الجمال الإسلامية الأحمدية فلا دعية للانفصال ولا يبتلو النقاح بتغيير الدين أو العقيدة كما يعتقده غيرنا وهذا ما حدث في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ بنتاه كانتا متزوجتين مع ابن أبلهب فعطبا وعطيبا فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بنته أن تطلب الاطلاق أبل القلع ولكن أبواء الأبنين أبلهب وزوجته هما طلبا من ابنهما أن يطلب الاطلاق أن يطلب الاطلاق لبنت النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يعني ليس من الضروري للمسلم أن يطلب الاطلاق أو أن ينفصل من الشخص الذي هو زوجته أو زوجته مخالف من هذا الشكل فليس من الضروري الطلاق أو الانفصال أخلا وهذا ما حدث في زمن سيدنا المسيحي المعضل لسرط اسلام أيضا و هناك كان أحد من السيخ سردار سندر سنگ أصبح أحمديا فسمع باسم اسلامي فضلحق ولكن أثرت زوجته أن تبقى على دين آبائها أدانت السيخ و أما سردار فضلحق وقانا جودو أن تسلم هي أيضا فقال المسيحي المعود لسرط اسلام ذات يوم ان كانت لا تريدو أن تسلم فلها ذلك فهي تستطيع أن تائش في بيتك وهي آلا دينها إذن هذه فتوة من سيدنا المسيحي المعود لسرط اسلام وقال هذا جائز في الإسلام والأمر الثاني هو أن يتزوج أحد غير أحمدية أو أكسه أحمدية تريد أن تتزوج غير أحمدية فهذا الأمر يتعلق بالنظام فلا بد من الكتابة إلى أمر المؤمنين والاستيذان منهم مباشرة حتى إذا أعزنا في الزواج فلا بأس رزاكم الله أستاذ داود أستاذ معتز السلام عليكم محمد الله وبركاته هناك أحد الأحمدين من العراق يقول لا يوجد للجماعة مركزا لإقيم الصلاة جماعة مع الأفراد الأحمدية ولكن كونه مقيما في بلاد المسلمين فهناك بالقرب منه سلفيون على سنة الله ورسوله ومع أنهم مسلمون وليسوا كفارا ومعتقدات الجماعة الأحمدية لم تصلهم وكون الأحمديين لا يكفرون أحدا فلماذا لا يجوز الصلاة خلفهم السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مثل هذا السؤال الذي ربما يثيره الذين يعترضون على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه منع الأحمديين من الصلاة خلف غيرهم من المنكرين والمكفرين نقول لهم أنتم الذين تعترضون اسألوا علماءكم اذهبوا واسألوهم أنه لو أتى المسيح والمهد الذي أنتم تؤمنون بأنه سيأتي في يوم من الأيام وأنتم اتبعتموه فهل سوف تصلوا خلف من ينكره ويكفره ويسبه ويسوع إليه ماذا سيقول علماءكم طبعا لن يكون جوابهم أن الصلاة خلف هذا الشخص لا تصح فقط لن يكتفوا بهذا القول بل إنهم سيفتون بكفره وسيفتون بدق عنقه أيضا لأنهم هم مسبقا قد أفتوا بأن من لا يؤمن بالمهد والمسيح الموعود فإن هذا الشخص كافر يكفر هذه من جهة أخرى أقول أن مسألة الإمامة ليست بعمرهيا أنها أيا كان وكيفما كان تكون قال المسيح الموعود الحكم العدل قال يغفر للمرء نتيجة صلاته وراء المتقين انظروا أهمية الإمامة الصلاة مفتاح البركات كلها الدعاء يجاب في الصلاة الإمام يكون بمنزلة كفيل فإذا كان قلبه مسودا فإن له أن يعطي الآخرين بركة قال الله إنما يتقبل الله من المتقين إذن لأهمية الإمامة ماذا فعل الفقهاء اجتهدوا في هذه المسألة ووضعوا شروطا منها ما اتفقوا ومنها ما اختلفوا عليها لكنهم لم يكتفوا بأن يكون الإمام مسلما فمثلا مما قالوا أنهم من شروطه أن يكون بالغا أن يكون القوم راضين عنه غير كارهين له ومنها علمه وعدله أن لا يكون فاسقا لا يكون ظالما غير متدع لا مخالف في الدين في الأصول وقيل أيضا في الفروع وغير ذلك من الشروط قالوا تصح خلف هذا لا تصح خلف هذا مكروع خلف هذا لا تقبل خلف هذا إذن لو كان الفقهاء مدام الفقهاء هم يعني اجتهدوا في هذه المسألة لأهميتها أليس يعني من الأصول الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام كيف لا يكون إذن من شروط من يأم الأحمديين أن لا يكون مؤمنا بالمسيح الموعود الذي بعثه الله هذا لا يمكن أن يتقبله عقل ولا تتقبله شريع فإذن من باب أولى أن يكون من يأم المسلمين الأحمدين أن يكون مؤمنا بالمسيح الموعود عليه السلام ولا يخالف الله تعالى ولا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وإلا لا تصح الصلاة خلف هذا المعارض من ناحية أخرى يعني مفهوم الإمامة ماذا تعني؟ تعني القدوة هذا الإمام هو قدوة فيعني أنا عندما أصلي خلف شخص فأنا أعتبره قدوة لي أنا أقر بأن عقدته سليمة أقر بأن أعماله أعماله الصالحة إذن فإن صلى الأحمد خلف من لا يؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام هذا فيه تشريف له وفيه إقرار أن هذا الشخص على الحق وأن تكفيره أو عدم إيمانه بالمسيح الموعود هو شيء صحيح فكيف يمكن أن يتقبل الأحمد أن يصلي خلف من لا يؤمن بمن بعثه الله سبحانه وتعالى يعني ربما لو أثار أحد أمرا أن هذا الشخص لم يعرف ولم يسمع عن الجماعة قد أجاب المسيح الموعود على السلامة لهذه المسألة وقال الحل بسيط أخبروا هذا الشخص أخبروا هذا الإمام أن المسيح الموعود جاء أخبرهم وانظروا ما هي ردة فعلية إن آمن فيمكنكم الصلاة خلفه وإن لم يؤمن فلا تضيعوا صلاتكم خلفه أيضا المسيح الموعود عليه السلام بيّن حكم منها أن الله سبحانه وتعالى قد أراد في هذا العصر أن ينشئ جماعة أن يكون كيان لهذه الجماعة فإذا لم تنتزم بالضوابط وبدأت بالاختلاط في كل شيء لن يكون هناك كيان لجماعتنا قال المسيح الموعود على السلام هذه إرادة الله أن ينشئ هذه الجماعة وأهل عمل إذا أنتم لن تلتزموا بهذا الأمر فإنكم تخالفون مشيئة الله سبحانه وتعالى وقد نصح الأحمديين نصح أفراد الجماعة أن إصبروا واثبتوا على هذا الأمر أنكم ستجدون لو صبرتم الخير والبركة والتطور والتقدم على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة أريد أن أبين أمرا مهما جدا أن عدم الصلاة خلف المعارض هذا لا يعني قطيع له لا يعني عدم معاملته بالحسنة بل يمكن أن تشتركوا معهم في الأمور الدنيوية فقال المسيح المعضى السلام قال أحسنوا إليهم عاملوهم بالمرؤى وأقرضوهم واقترضوا منهم وإذا اقتضى الأمر فاصبروا عليهم فلعلهم بذلك يفهمون أختموا إجابتي بأن أقول لا بد أن نتقبل فتوى الحكم العدل وهو قد قال مما قال الذي يقبلني بصدق القلب فهو يطيعني أيضا بإخلاص ويعتبرني حكما في كل أمر ويطلب مني الحكم في كل نزاع فليكن إيماننا كما كان إيمان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهنيئا لمن كان إيمانه كذلك جزاكم الله أستاذ معتز أستاذ مصلح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك أحد الأشخاص رسلنا يقول لماذا نفترض وجود إله خالق للكون لماذا لا يكون الكون وجد صدفة بدون خالق ولماذا لا يكون السؤال بدلا من أن ما هي الفائدة من وجود الإنسان أن يكون السؤال ما هي الفائدة من وجود الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني ما هو الأقرب للمنطق وللعقل أن نقول أن نفترض أن هذا العالم ننظر إلى هذا العالم هذه المخلوقات كلها ننظر إلى الكونين ونظام الكونين ونفترض أنه وجد صدفة أم الأقرب للمنطق أن ننظر إلى كل هذه المخلوقات ونقول ونفترض أن هناك خالق لأن العقل يقول لنا أننا إذا نظرنا إلى أمر معين إذا نظرنا إلى كرسي فسوف نفترض أن هناك صانع لا نفترض أن هذه الكرسي وجدت صدفة أو وجدت صدفة بل نفترض أن هناك نجار هناك صانع هناك من صنعه أو ننظر إلى الطعام فسوف نفترض إلى أن هناك طباخ طبخ هذا الطعام إذا نظرنا إلى المخلوقات لا بد لنا أن نفترض من أن هناك خالق الذي هو الله عز وجل الذي خلق هذه الأمور كلها ثم إذا أردنا أن نعرف ونتعرف على الله عز وجل ونتيقن من وجود إله فهناك وسيلتان من دون هاتين الوسيلتين لا يمكننا أبدا أن نتيقن أن هناك خالق حقيقي الوسيلة الأولى هي العقل وهو الأمر الذي قلت عنه أننا إذا نظرنا إلى مخلوق أو إلى شيء معين أن نفترض أن هناك خالق وصانع له فهذا العقل يوصلنا فقط إلى إمكانية وجود إله إلى إمكانية وجود خالق أما ما يمكنه أن ييقننا على وجود الخالق بيقين كامل فهو الإلهام يعني أننا إذا نظرنا كما قلنا إلى الكرسي ورأينا من صنع الكرسي فسنتيقن أن الصانع موجود فسيكون هذا يقين كامل أما بالنسبة لله عز وجل فلا يمكن أن نراه بأم أعيننا كما أننا لا يمكن أن نرى الهواء فنحن نرى تأثيره علينا فمن تأثيره نحن نتيقن فالله عز وجل يلهم الإنسان يوحي للإنسان ومن خلال هذا الوحي والإلهام الإنسان يتيقن بوجود الله عز وجل ولكن لابد من المرور بمدارج ومراحل تدريجية من أجل الإيمان والوصول إلى درجات الإلهام لنتيقن من وجود الله عز وجل وهذا ما يقال له أو نقول له في الإسلام الإيمان بالغيب حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في بداية إيمانه كان يؤمن بالغيب يؤمن بالغيب وتدريجيا وصل إلى الوحي وتيقن من وجود الله عز وجل ثم هناك فكرة أخرى وهي النظر والتماع في المخلوقات الله عز وجل هل هناك من ادعى أنه خلق كل هذه المخلوقات هل هناك من قال أنني أنا الخالق لا تجد أحد يمكنه أن يدعي أنه خلق كل هذه المخلوقات إلا الله رب العالمين وهو قال في القرآن الكريم أيضا يقول وفي الأرض آيات للموقنين يعني إذا نريد أن نبحث عن وجود الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أي أنه وضع في كل شيء آيات لصدق وجوده وأيضا في أنفسنا فنحن إذا نظرنا إلى أنفسنا على سبيل المثال إذا ننظر إلى الطفل الرضيع منذ ولادته منذ مهده إلى لحده إذا نظرنا للطفل عندما يولد سوف يجد في قلبه لوعة ولهفة لأن يتواجد في حضن أمه لأن يرضع من أمه ثم يكبر قليلا سوف يجد في فراغ في قلبه لهفة في قلبه يريد أن يكون في حضن أمه وأبيه أيضا ثم يكبر أكثر فيجد هذه اللوعة تجاه إخوته في البيت ثم يكبر أكثر فيجد هذه اللوعة واللهفة تجاه أصدقائه في المدرسة دائما يريد أن يلتقي معهم ثم يكبر أكثر فيجد هذه اللهفة موجودة تجاه أنه يريد أن يتزوج يريد رفيق حياة يرغب أن تكون له زوجة يتزوجها يحبها وتحبه ثم يكبر أكثر فيرغب أن يكون له أولاد ثم يكبر أكثر فيرغب أن يكون له أحفاد وهكذا الله عز وجل خلق الإنسان الإنسان هو مركب من أنسان أنس للمخلوق وأنس للخالف فمن خلال هذه الحياة نحن أيضا نملأ فراغ حب المخلوقات ولكن الإنسان دائما سوف يجد في قلبه فراغ مهما كان غنيا مهما كان ثريا سوف يجد في قلبه فراغ لن يملأ إلا إذا عبد هذا الخالق وأملأ هذا الفراغ في قلبه في جوفه لحب الله تعالى عندها يكون فقط مطمئن وإلا الإنسان لن يطمئن أبدا مهما عمل ومهما فعل ومهما حصل على أموال وعلى ثروة لن يطمئن أبدا قلبه من الداخل إلا إذا عبد الله عز وجل وهذه هي الفائدة من وجود الخالق جزاكم الله أستاذ مصلح عود إليك أستاذ داود يقول السائل هناك نص في الإنجيل عندما سئل المسيح عليه السلام هل في الملكوت زواج فقال في السماء لا يزوجون بل يكونون كما لا أكد الله فهل الجماعة الأحمدية تؤمن بأن الرجل سيكون مع زوجته التي كانت معه في الدنيا أم أنه سيكون في ملكوتين آخر الجنة مكان غير مكان الدنيا وهناك قوانين أخرى قال الله تعالى في هذا الحديث قدسي وليس في آية من القرآن عادت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذن الجنة مكان مختلف تماماً عن الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يفكر عنه ما هو هناك إلا يعني ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء كما بيّنه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه الأسماء نفسها هذا للتقریب فقط حتى يفهم الإنسان ماذا يكون هناك ولكن ما يكون هناك هو غير هذه الدنيا لأن الله تعالى بيّن بسرك اليوم حديد ما يراه هناك هو أوضح بكثير بما هنا نحن نشاهد ويشعره أكثر بما نحن نشعره هنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا قوانين أخرى إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَسْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشُبُوا فَلَا تَهْرُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا لِيَكُنْ مَلُومًا أَنَّا قَوَانِنَا لَا قِوَانِنَا لَا قِوَانِنَا لَا تُوَافِقُ دَائِمًا قَوَانِنَا دُنْيَا فَالأَقْلُ هُنَا وَهُوَ لِلْشَبَحِ وَلَيْسَلَىٰ أَنُرْءُ كَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ وَكَذَلِكَ الزَّوَاجِ هُنَا لِلْحَاجَةِ الْنَسِلِ وَلَنْ نَكُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْجِيلِ الْجَدِيدِ هُنَاكَ فِي الْجَنَّةِ لِيَنَّا الجميع الأجياء تكون هناك وَهَذَا تَشَابُفِ نِسُوسَ المُتَّسِلَةِ بِالْأَقْلِ وَشُرْبِ وَالزَّوَاجِ هو أسلوب يقرب المعنى إلى الأزهان بالماهود عند الناس ومثلا القرآن بيّن هذا الأمر بوضوحة بأسلوب آخر قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عندما تقلم عن القمر يعني هنا القمر يسيطر على الأقل ولكن هناك في الجنة الخمر لا يكون بهذا الأسلوب فهذا تأثير سلبي أما فيما يتعلق بالزواج فالمرء ما من أحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهناك آيات عديدة تبين هذا الأمر بوضوح يقول الله تعالى إن أصحاب الجنة الجامع في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأرائق متاكهون تقلم عن الأزواج ثم قال جنات وعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم وقالا إذن ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وقالا إذن جنات وعدن يدخلونها يعني آيات أخرى ربنا والملائكة سوف يدون للمومنين ربنا وعد خيرهم جنات عدن للت وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم هناك حدیث رائع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبوائه وزوجته وولده فَيُقَالُوا أَنَهُمْ إِنَهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَأْمَلَكَ فَيَقُولْ يَارِبِهِ قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ فَيُؤْمَرُوا بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ فَيُؤْمَرُوا بِالْحَاقِهِمْ بِهِ فَا إذن كما قولتو بسر قول يوم حدید يقول سیدنا المسیح الموت صلى الله عليه وسلم إِنَّ حَالَتَ الْإِنسَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيسَتْ فِي الْحَقِيقَتِ حَالَةً جَدِيدًا بَلْ إِنَّ حَالَتَ حَيَاتِهِ دُنْيَوِيَا نَفْسُهَا هِيَلَتِ تَنْكَشِفُوا يومِ ذِن بِجَلَائِنْ أَكْبَرِ إِنَّ كَفِيَاتَ الْقَائِدْ وَالْعَامَالِ سَالِحَةً کَمْ قَانَتْ عَمْ طَالِحَا تَكُونُ كَامِنَةً فِي بَاطِنِ النِسَانِ فِي هَذَا الْعَالَمِ بَتَبْعَثُ فِي كَيَانَهِ تَاثِيرًا خَفِيًا مُفِيدًا او دارًا وَأَمَّا فِي الْعَالَمِ الْأُخْرَوِي فَلَنْ يَذَلَّ الْأَمْرُ كَذَا لِهَا كَذَا بَلْ إِنَّ كُلَّ هَذِي الْأَحْوَالِ صَفَتًا كَشِفُوا انکشافًا واضحًا جزاكم الله أستاذ داود أستاذ معتاز يقول السائل أليس من العدل بعد خروج المجرمين من جهنم ودخولهم الجنة أن يتساو في الدرجات مع المؤمنين الذين دخلوا الجنة قبلهم ألم يقضوا فترة من الزمى في جهنم يعذبون أليس ذلك كافيا لهم طبعا هذا ليس كافيا وسأبين هذه المسألة قدر الإمكان ضمن الوقت المحدد أقول أولا للذي يطرح مثل هذه الأسئلة عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حين تكلم عن صفاته في سورة الفاتحة عندما ذكر يوم الدين ماذا قال؟ قال مالك يوم الدين ولم يقل عادل يوم الدين من هنا نحن نعلم أن من من الخلق له حق على الله سبحانه وتعالى لا أحد الله بيده الجزاء بيده السيطرة بيده يوم المجازاء وهو برحمته وعفوه ليس بعدله بعفوه ورحمته سيعطي الإنسان أكثر مما يستحق النجاة في الآخرة إنما حقيقة هي وهب عطاء رحمة من الله سبحانه وتعالى وليست فرضا عليه قال الله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أيضا أمر آخر نحن لو نظرنا من خلال ميزان العدل لو وضعنا هذا الأمر في الحسبان حقيقة سيكون الإنسان هو الخاسر لا محالة فمثلا لو طبقنا ميزان العدل سيكون أن الذي مثلا يعني عمل صالحة خلال حياته كم ستين سنة مثلا سيجلس فيها خلالها فترة تسويها في الجنة لن يكون إلى الأبد بينما الله سبحانه وتعالى أعطاهم البقائل إلى الأبد فلذلك لو نظرنا في ميزان العدل سوف نكون نحن الخاسرين أيضا ليس من العدل أن يتساوى شخص مثلا عمله وبدل جهوده في الحياة الدنيا ولم يتكاسل ثم يتساوى مع شخص لم يبدل شيئا وكان مجرما فإذن العدل يقتضي أن يكون درجات أيضا قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أيضا وقاله أن في يوم القيامة الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إذن سيكون فوقهم هذا هو العدل هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى أيضا أريد أن أنوه على أمر أن ما هي الحكمة من جهنم يعني لا نتصور نحن جهنم هي للعقاب والانتقام والإيذاء الذي هو دون المبرر كلا بل هي يعني يصفها المسيح المعوذ عليه الصلاة والسلام يقول إنها لتطهير الإنسان إنها كالمستشفى يدخلها هذا الكافر الذي هو بسبب أعماله السيئة يعني أضر بحواسه التي الروحانية التي يمكن أن تجعله يعيش في نعيم في الجنة لذلك لابد من فترة الإصلاح فيضعه الله سبحانه وتعالى فيها كما وصفها الله سبحانه وتعالى فأمه هوية يعني ستكون الجحيم بالنسبة إليه كالأم كرحم الأم لابد أن يبقى فيها حتى يكتم النمو وحتى يستطيع أن يخرج وينتقل إلى الحياة الآخرة أيضا لابد أن نعلم أن الجنة ليست مكان يتجمد فيها المؤمن يعني عندما يكون يقضي الكافر أيامه في جهنم ويرتقي كذلك المؤمن فهو في الجنة أيضا يرتقي فكيف يتساويا بعد خروجه من جهنم أختم هذا السؤال بقول المسيح المودع السلام نعتقد أن خلود العذاب ليس خلود ذات الله رب الأرباب بل لكل عذاب الانتهاء وبعد كل لعن رحم وإيواء وإن الله أرحم الرحمين ومع ذلك ليسوا سواء في مدارج النجاة بل الله فضل بعضهم على بعض في الدرجات والمثوبات وما يرد على فعله شيء من الإيرادات إنه مالك الملك فأعطى بعض أباديه أعلى المراتب في الكمالات وبعضهم دون ذلك من التفضلات ليثبت أنه هو الملك يفعل ما يشاء ليس فيه إطلاف حق من حقوق المخلوقين جزاكم الله أستاذ معتاز أعود إليك أستاذ مصلح بما تبقى لدينا من الوقت ما الذي يجب على الإنسان فعله لكي يغفر الله جميع ذنوبه وكيف يعرف أن الله قد غفر له نعم يعني لابد لنا من أن نتبع النصيحة التي نصحنا إياها الله عز وجل في القرآن الكريم يجب أولا أن نعرف أن الله عز وجل يغفر كل الذنوب والله عز وجل يريد للإنسان أن لا يقنط مهما عمل من ذنوب يجب أن لا يقنط لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم عليه أن يتوب توبة نصوحة الله عز وجل يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة المسيح المعودة عليه السلام قال عن هذا الموضوع أو عن هذه الآية أن الله عز وجل أودع في كل إنسان نظام توعية يوعي كل إنسان حينما يرتكب سيئة معينة ويشعره بالندم أما ذوي الفطرة السيئة الذين يعني ذوي الحظ السيئ يقول عليه السلام هؤلاء الناس عطلوا هذا النظام الموجود في داخلهم في فطرتهم أنه يوعيهم ويشعرهم بالندم عندما يرتكبوا هذا فالشعور بالندم عند ارتكاب كل خطيئة هذا يعني الله أودعه فينا لكي نستغفر الله ونتوب إله المسيح المعودة عليه السلام يقول مزيد عن هذه الآية يقول عليه الصلاة والسلام التوبة والاستغفار أمران مهمان ويفوق الاستغفار التوبة من وجه لأن الاستغفار عبارة عن الاستعانة والاستمداد من الله تعالى والتوبة عبارة عن وقوف الإنسان على قدميه ومن سنة الله أنه إذا استعان به الإنسان وهب له قوة يقوم بها على قدميه وبالتالي يتمتع بقوة لكسب الحسنات الأمر الذي سمي بالتوب إلى الله في الآية القرآنية فقد وضع الله تعالى فيها طريقا للسالكين وهي أن يستعين السالك بالله دوما فإن لم يستمد منه طاقة وقوة فماذا إذن بوسعه أن يفعل؟ يقول يوفق الإنسان للتوبة بعد الاستغفار والتوبة تفقد قوتها إن لم يكن معها الاستغفار فإن استغفرتم بهذه الطريقة ثم قمتم بالتوبة فلابد أن تحصلوا على النتيجة وهي أن الله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فهذه هي الطرق والإنسان إذا أراد أن يعرف منزلته عند الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه يزاكم الله أستاذ مصلح إذن التوبة يجب أن تتبعها أيضا المغفرة إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية الوقت المخصص لهذه الحلقة أشكر ضيوفنا الكرام وأشكر كل من رسلنا وأشكر متابعاتكم وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء اشتركوا في القناة